شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زيد آل نهيان توقيع مذكرة فهم لتطوير مشروعات القياسات الخاصة بإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الريح بقدرة 10 جيجاوات صراحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن ذلك جاء على همش فعليات القمة العالمية للمناخ كوب 27 والمقامة حاليا في مدينة شرم الشيخ شهد سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زيد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة توقيع مذكرة تفاهم بخصوص إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة تبلغ 10 ألاف ميجاوات وذلك من خلال تحالف شركات مصدر الإماراتية وشركتي حسن علام وإنفينيتي المصريتين ترجمة نانسي قنقر